بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الشرق والقلق الله النبي لهذا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين بصر قناة طار النجار التعليمية أن تستكمل مع حضراتكم باقي شرح منهج الكمبيوتر وتوكلوجيا المعلومات للصف الثالث العداد يترم أول بنكمل مع بعض النهاردة إن شاء الله المحاضرة السبعة كنا وقفنا في فصل الثالث خدنا مجمع من الأدوات النهاردة بنكمل هذه الأدوات وبنأخذ خمس أدوات مهمة جدا الأدوات هي list box والcombo box والgroup box والcheck box والradio button تعالوا بينا نشغل برنامج visual basic ونشوف هنوصل مع بعض بعد ما شغلنا برنامج visual basic أو visual studio 2008 وظهرة النافذة هنبدأ نتفاعل مع بعض في أول أداء من الأدوات المهمة أداءة list box أو سندول قائمة وظفته هو إنشاء قائمة من العناصر وعرضها على المستخدم للاختيار منها أثناء تشغيل البرنامج أهم القصائص الـ items اللي بنخلالها بندخل أو بنحدد مجموعة العناصر التي تعرض داخل سندوق القائمة وصورتد على أساس ترتيب أو فرز هذه العناصر أبجدياً سواء أثناء تصميم أو أثناء التشغيل ثم الـ selection mode اللي هي بتحدد ما إذا كان من الإمكان تحديد عنصر واحد أو أكثر من العناصر المعروضة داخل قائمة باستخدام مفتاحي control أو shift control لو تحديد عناصر متبعدة شفت لو عناصر متتالية سنذهب للـ toolbox ثم نأخذ الأداة list box هذه هي الأداة وزي ما نرى نقدر نكبرها نقدر نصغرها تتفاعل معنا سنبدأ نتعامل مع بعض هذه الخصائص الخاصية اللي هي الأولانية اللي هي items في selection في ثلاث نقطة نضعت على تطلع للنافذة أبدأ أكتب البنود اللي أنا عايزها وليكن عمر ابن الخطاب أبو بكر الصديق هارون الرشيد عم ابن العاس علي ابن أبي طالب كل ما نكتب باند أو نكتب item عنصر نضغط enter عشان نكتب العنصر الغراء بعدين أقول لي ok تزال العناصر كده قدامها هلاحظ أن العناصر غير مرتبة لو عايزة ترتب بعد ما أحدث هذه الأداة سأروح لصرطة في حرف S بدل ما هي false أخليها true هلاحظ أن العناصر تم ترتبها أبو بكر عالي عمر وهكذا تعالوا بينا ننفذ كده نشوف عملية التنفيذ كده مع بعض أهوت كده ما بعرفش أختار غير عنصر واحد سواء دغطت على control أو على shift أو على أي حاجة يبا لازم نستخدم الخاصية رقم 3 نحن نحدد ونختار خاصية selection mode نشوف كده مع بعض خاصية selection mode هنا هو في selection mode كان يقول له عنصر واحد بس تقدر تختار لا سأختار منه multi extended يعني اختيار أكسر من عنصر ونبدأ ننفذ كده مع بعض عندما تختار أحدث وبعد نضغط على مفتاح control وبعد نضغط على مفتاح control وأبدأ أختار العناصر اللي أريد أو لو أريد أن أختار كل العناصر أحدث الأولاني ثم أضغط على مفتاح shift وأحدث الأخير فيتم تحديث هذه العناصر كده احنا شرحنا مع بعض أول أداة من الأدوات اللي هي أداة list box حنبدأ حالياً نشرح تاني أداة من الأدوات المهمة ومننساش دائماً وأبدأ بنذكركم بأن في خصائص حنعرفنا إصاص عشان الحجم location المكان اللي في القرر عشان نرون حرف الكتابة أو ما تحتويه من من بيانات الفونت اللي هو حجم الخط ونوعه والإصطائل بتاعه اللي هو الاسم الفيسبو اللي حال هي مرئية أو غير مرئية رايد توليفت اللي هو الاتجاه border style اللي هو الإطار الذي يحيط بها الحاجات دي كلها سبتة بالنسبة للأدوات الأداة التانية هي أداة الكمبو بوكس اللي هي صندوق التحرير والسر ووظفته إنشاء قائمة من العناصر اللي هو الإطار لانه يمكنك تنسدل الاختيار إحداها نشوف كده هذه الأداة من التول بوكس هنختار الكمبو بوكس طب الكلك أهيت آسف نختار كومبو هذه الأداة هللاحظ إن هذه الأداة أثناء التصميم حتى لو فيها عناصر مش هكباه طب نشوف كده في التنفيذ نلغط في الخامسة أو نضغط على start ما فيهاش على صفة دي عايزين ندخل معها عناصر لتفاعل معها هنعمل A برضو نذكركم بالخصائص الـ items هي تحديد مجموعة العناصر اللي بتعرض بشكل منسدل منها قصية التانية اللي هي بتحدد مصدر العناصر المقترحة لعملية A الإكمال ثم وقوة وكومبليت مود دي بتحدد العناصر اللي على أساسها بقدم جزء بيقترح جزء من هذي العناصر تعالوا بينا نتفاعل معها عن طريق الـ items بنحددها وبرضو الـ name الـ back color الـ font الـ right to left كل ده سابق نضغط الوقتي اللي هي نحدد الـ items الـ i نكتب البيانات اللي نحن نريدها وليكن مصر enter السعودية enter الكويت enter الـ 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 اوكي هنا أثناء الـ design لا يوجد العناصر الزهرة ندخل في التنفيذ ونضغط على السعود ونجد العناصر بدأت تظهر قدامي يبدأ بالنسبة للـ combo box أحدد وهلغي هنبدأ نأخذ عناصر ثانية هنبدأ نأخذ آداء من الأدوات اللي هي أداة group box ما هي أداة group box أداة group box وظيفتها هي احتواء أدوات التحكم ذات الوظيفة الواحدة على نفذة النموذج على هيئة مجموعات زي ما هنشوف أداة راديو بيتون لها وظيفة واحدة يتختار يمين يتختار شمال يتختار مثلا زكرة يتختار أنثة فديت ذات وظيفة واحدة يفضل أنك تحطها فيه group box هنختار أهوات group box هذه تعبارة عن containers يعني احتواء هنختار group box من خلالها أهيت طبلك هذه هي الأداة عشان نحرك هذه الأداة فينا هوت عبارة عن أربع تقاطعات أضغط عليها وأبدأ أتعامل معها طب ايه أهم الخصائص خصائص تيكست بدل كلمة group box اللي هو العنوان يبقى تيكست تستخدم لإعطاء عنوان للمجموعات بينما ال back ground اللي هي إدراج صورة ولازم الصورة يكون حجمها وتناسب مع هذه الأداة يبقى حددنا هوت حددنا الأداة اللي هي group box ثم هغير من التكست اللي هو العنوان وهنكتب مثلا هنقول قائمة اختيارات نضغط enter أهيت عايز ندرج صورة داخلها هنختار نحددها background image background image بدل ما هنا عنه نبدأ نختار الصورة نختار الصورة وأول ثم import أول أوكي فبيتم إدراج الصورة هنلغي هذه الأداة نحدد ونلغي هذه الأداة وناخد أداة من الأدوات الأخرى فضل لنا أدتين الأداة اللي جاية إن شاء الله عز وجل هي أداة الراديو بيتون ما هي وظيفة أداة الراديو بيتون وظيفتها إنها بتجعل الراديو بيتون اسمها زر اختيار بديل واحد يعني أنت بيكون عندك مجموعة من الاختيارات ولا يحق لك إن تختار غير حاجة واحدة بس يعني اختيار ألف ينفي اختيار به وجي مودال يبقى الوظيفة بتاعته بتتيح لك إنك تقوم باختيار بديل واحد فقط أهم الخصائص اللي هي التكست عشان توضع النص الظاهر على هذه الأداة والشيكد على أساس يتم تظليلها بمعنى إذا كانت اللي تشيك دوترو يعني مختارة تبقى مظلالة لو فلس غير مختارة تعالوا بينا نقول مثلا نذكر أو أنسى ونشوف الأداة اللي هي الراديو بيتون أداة الراديو بيتون نحط أداة تثين نحدد الأداة ونغير التكست الخاص بيها قادي التكست نقول مثلا ذكر نحدد الأداة التانية ونغير التكست نقول أنسى أعايز الأنسى المختارة أحددها واختار اللي تشيكد بدل ما تشيكد فولس أخليها ترو يبقى اللي تشيكد خاصيتين ترو يعني مختارة فولس غير مختارة ونبدأ ننفذ ونشوف يبقى أثناء التنفيذ الأنسى بالوضع الافتراض لأ من حقه كمان أنك تختار ذكر أو أنسى زي ما انتعاي يريت يريت بس إذا كم يتطلب مني وأنا بتعامل مع هذه الأداة ما أجبش ما استخدمهاش في حاجة ممكن لك أكثر من بديل لما أسأل واحد ما هي اللغات التي تجدها العرب الإنجليز الفرنساء والألماني طيب افرض أن يجد كل الأدوات أو كل اللغات ما هي الهوايات المفضلة لديك القراءة السباحة الجاري الرياضة ومشاهد التلفزيون الكلام ده ما ينفعش يبقى لها إيه لها استخدام آخر ودائل هي الأداة الجديدة أو الأداة الأخيرة بتاعتنا وهي أداة الاختيار المتعدد للشيك بوكس دي بتجعل المستخدم اختيار أكثر من بديل نختار آدات الشيك بوكس بنحدد برضو هتلاحظ ان ايه هنغير التكست وهنغير التشيك بوكس التكست سباحة مثلا ونحدد تاني التكست اللي لشيك بوكس 2 نقل لها القراءة والشيك بوكس 3 الرياضة ده في تكست طيب عايزني السباحة هي الوضع الافتراضي بحددها وأروح لقصية اتشيك اتشيك اخليها بدل ما هي فولس اخليها ايه ترو ونبدأ كده نفس مع بعض يبقى الوضع الافتراضي ان السباحة لكن ممكن اختار معها القراءة وممكن اختار معها الرياضة وممكن اختار واحدة بس وهكذا يبقى ليت أداة اللي تشيك بوكس بتتحلك انك تختار أكثر من بديل او تختار كل البودلة او ايه او بعضهم اهم خصياتين التكست والتشيب مع الملاحظة ان الحاجات اللي اعرفنا الباكالر والفوند والفورقالر والبوردستاير الاخر كل هذه الادوات كده بن شاء الله عز وجل احنا خلصنا مع بعض الكنترولز المقرر علينا ساعدتوا بلقائكم تقبلوا تحياتي انا طار النجار من قناة طار النجار التعليمية ونتمنى ان احنا نتواصل دايما من خلال موقعنا على قناتنا على اليوتيوب يوتيوب.com سلاش مسترطار النجار او المدونة الخاصة فينا مسترطار النجار وان دوت البلوغ نزبط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة